أسعد الله أقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام نرحب بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي حديث الصحافة الذي نستعرض فيه عنوين الصحف والمواقع الإخبارية ومقالة الرأي والتحليل ومنشورات الصحافة الجديدة والبداية من المواقع الإخبارية المحلية الإصلاح نت الحوطيون والهدنة من إغراء المكاسب إلى الابتزاز والمتاجرة الصحوانات إصابة ثمانية مدنيين بقصف حوطي استادف مركبة تقل مسافرين غربي تعز عدن أزمة اقتصادية ووضع إنساني صعب ميليشيا الحوطي تقطع شوارع مدينة أب وتجبر الموظفين والطلاب حضور فعاليات المولد أبرزها رفع الأجور نقابة المعلمين تطالب المجلس الرئاسي بتحقيق مطالب منتسبيها كهرباء عدن تعلن عن خروج تدريجي لمحطات التوليد بسبب نفاذ الوقود المصدر أونلاين في زيارة ستستمر سبعة أيام مساعد الأمين العام تصل اليمن للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في عدن ومأرب وصنعى والحديدة المبعوث الأمريكي يبدأ جولة جديدة في المنطقة لإجراء مباحثات حول جهود تجديد الهدنة المنتهية في اليمن الحوطيون يوظفون ذكرى المولد النبوي احتفالات وجبايات بالإكراه واستعراض جماهيري مقتل مواطن واثنين من أبنائه إثر خلافات أسرية بمديرية العرش في محافظة البيضاء سقوط جرح إثر اشتباكات مسلحة بين عناصر حوثية في أحد أحياء مدينة أب العاصمة أونلاين الحوثي واحتفالات المولد النبوي في صنعاء للتحشيد إلى مأرب ومأارب أخرى ميليشيا الحوثي على خطى حكم الإمامة البائد قطرنة من نوع آخر في صنعاء ميليشيا الحوثي تهدد بفصل الموظفين الرافضين حضور فعالياتها الطائفية سهيل نت جرائم حرب مستمرة نزع 360 ألف لغم وتقديرات بزراعة الحوثي أكثر من مليون لغم الحرف 28 مشرف حوثي يقتل والده واثنين من إخوته والسبب شعارات المولد النبوي سفارة اليمن في بولندا نحذر المواطنين من الهجرة غير شرعية والوقوع كضحايا في أيدي عصابات التهريب كانت هذه جولة في الصحافة المحلية ننتقل إلى جولة أخرى في الصحافة العربية الشرق الأوسط في يومهم العالمي معلمو اليمن بين الحرمان من الرواتب والتسريح والقتل الاتحاد الحوثي يكثف هجماته على مواقع مدنية وعسكرية القدس العربي اليمن الحكومة والحوثيون يرقبون ساعة الصفر لانفجار الوضع عسكريا إثر عجز المبعوث الأممي في تمديد الهدنة البيان منظمة دولية تحذر من ضياع مكاسب هدنة اليمن وفي الاندبندنت عربي اختطاف ناشطة يمنية يجدد تهم انتهاكات الحوثي ضد النساء من عنوين الصحاف إلى مقالة الرأي والتحليل وفيها نطالع مقالة نشره موقع المشهد اليمني لمانع المطر تحت عنوان ريهانات الحوثي الخاسرة الكاتف في مقاله أكد أن الحوثي راهن على إمكانية استقلال القلق العالمي من ارتفاع كلفة الطاقة وارتدادات الأزمة الأوكرانية وهدد باستهداف منابع الطاقة وممراتها لكنه صدم بقرار منظمة أوبك بخفض انتاجها 2 مليون برميل يوميا الأمر الذي جعل تنفيذ تصعيده لمصلحة من هدد باستهدافهم يبدل مجلس القيادة الرئاسي جهودا كبيرة جدا لصرف مرتبات الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي استشعارا منه بالمسؤولية تجاه جميع المواطنين فيما جل اهتمام الميليشيا هو تعطيل هذا الأمر استجابة لرغبات إيران التي تسعد تصيد في اليمن هروبا من أزماتها الداخلية يقيم الحوثي اليوم احتفالا بالمولد النبوي ليس بغرض الاحتفال بالذكرى بقدر ما هو تدليس وتضليل للمجتمع بأن النبوة لم تكن إلا لتكريس مشروع الحوثي ومن خلفه إيران راهن الحوثي على إمكانية استغلال القلق من ارتفاع كلفة الطاقة وارتدادات الأزمة الأوكرانية ورفع مطالبه لدرجة الغطرسة وهدد باستهداف منابع الطاقة وممراتها لكنه صدم بقرار أوبيك بلاس خفض انتاجها مليوني برميل يوميا بما يجعل تنفيذ تصيده لمصلحة من هدد باستهدافهم فانقلب بالسحر على الساحر انكشف الحوثي أمام المجتمع الدولي الذي راوغ كثيرا في حسم موقفه منه بفضل استراتيجية مجلس القيادة الرئاسي في التعاطي مع قضايا الناس بالداخل ومع الجهود الدولية لتبريد الحرب في اليمن وخفض كلفتها إضافة إلى أنه لم يواجه اليمنيين متحدين في معركة حقيقية حتى الآن ويخشى أن يحدث ذلك المجلس الرئاسي والمكونات اليمنية تمتلك الآن قدرة على رضع تصيد الحوثي أكثر من أي وقت مضى خلال سنوات الحرب واستجابة تحالف دعم الشرعية ودعمه أكبر الحوثيون واستراتيجية الابتزاز عنوان مقال نشرته صحيفة العربية الجديد لخصت في حسابات الحوثي من رفضه لتنديد الهدن الأممية مؤكدة أن مشكلة جماعة الحوثي أنها تريد كل شيء من دون أن تقدم أي تنازلات معتبدة على استراتيجيتها القائمة على قاعدة هل من مزيد حد وصفها انقضى موعد هدنة اليمن من دون تمديدها مرة جديدة بعدما اختار الحوثيون عرقلة الخطوة للجماعة حسابات محددة يمكن تلخيص عنوانها الرئيسي بالرغبة في ابتزاز الجميع الشرعية والإقليم والمجتمع الدولي واليمنيين ليس محسوما بعد ما إذا كانت الاتصالات المستمرة ستنجح في عادة يحياء الهدنة أم لا لكن المؤشرات على الأرض تفيد بأن الخيارين واردان فرغم ما حملته الساعات الأولى عقب انقطاع الهدنة من تحريك عدد من الجبهات تحديدا في مأرب وتعز إلا أن الأيام الماضية شهدت هدوءا نسبيا ولم يسجل أي انطلاق لمسيرات الحوثيين باتجاه السعودية أو الإمارات كما اعتادت الجماعة أن تفعل كلما أرادت توجيه رسائل كما أن رحلات الطيران باتجاه مطار صنعاء بموجب الهدنة المنقضية لا تزال سارية ما يعني أن الاتصالات قد تكون في طريقها إلى تحقيق تقدم ما ليبقى السؤال ما إذا كان قد اتفق على تمديد جديد يتركز بشان الثمن الذي قد يكون دفع مشكلة جماعة الحوثيين أنها تريد كل شيء من دون أن تقدم أي تنازلات استراتيجيتها قائمة على قاعدة هل من مزيد؟ وذلك من الأيام الأولى لاجتياحها العاصمة صنعاء في 2014 ثم انقلابها على اتفاق السلم والشراكة وتفجير الحرب الممتدة ترى الجماعة في كل تنازل تحصل عليه من الطرف الآخر أنه مجرد تمهيد لتنازل أكبر تحقق لها خلال الهدن أخيرا أغلب ما تريده لكنها لم تكتفي بذلك تحدث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين قبل يومين عن شروط غير مقبولة تطرحها الجماعة منها المطالبة بدفع رواتب مقاتليها أولا أما المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ فتحدث عن تقديم الجماعة مطالب مبالغا فيها ومستحيلة بشان آلية مقترحة لدفع رواتب القطاع العام مطالبا إياها بإبداء مزيد من المرونة ويبدو واضحا أن المعضلة اليوم تتركز في التمييز بين رواتب الموظفين في القطاع المدني والموظفين في القطاعين العسكري والأمني وهو ما يفسر حديث بلينكين بشكل خاص تحرم الجماعة منذ سنوات الموظفين اليمنيين المقيمين في مناطق تستحوذ عليها من رواتبهم رامية مسؤولية ذلك على الحكومة الشرعية وفي وقت تستحوذ فيه الجماعة على إيرادات ميناء الحديدة الذي يدر عليها الملايين شهريا وفي وقت تستغل هذه الإيرادات لتمويل عملياتها العسكرية ودفع رواتب مقاتليها كما تتغافل عن كل ما قامت به لتعقيد أي حلحلة لهذه الأزمة الإنسانية بعدما ساهمت في مفاقمة الانقسام المالي والنقدي بين مناطقها ومناطق الحكومة لا تجد الجماعة مانعا في حرمان موظفي الدولة من الرواتب وتحويلها إلى مجهودها الحربي بل تذهب إلى أبعد من ذلك فارضة إيطاوات جبرية عليهم مشتريحة في كل مرة مناسبة دينية أو سياسية لتحقيق ذلك ولا تنزعج لرؤية مجموعة لباس بها من قياداتها وهي تراكم ثروات الحرب من المتاجرة بالأزمات وافتعالها على مدى سنوات الحرب الطويلة لم تثبت الجماعة يوما أنها تضع مصلحة اليمنيين في مناطق سيطرتها ضمن قائمة أولويتها بل حولتهم عمليا إلى رهائن لديها تكتفي بمشاهدتهم يعانونه ويزدادون فقرا ويحرمون من حقهم في الراتب والطبابة بينما تستخدمهم ورقة في مفاوضاتها مع المجتمع الدولي على غرار ما جرأ أخيرا ننتقل الآن إلى الصحافة الجديدة والبداية من الفيسبوك منشور عبداللطيف المرهبي على صفحته بالفيسبوك أكد أن الهدف من مناسبات الحطية الطائفية هي استغلال الناس وجباية الأموال وإثارة الكراهية والعنف والعنصرية مناسبات الحوثي بهدف استغلال الناس وجباية الأموال وإثارة الكراهية والعنف والعنصرية العصابة الانقلابية الحوثية حولت أيام السنة إلى مناسبات وأعياد خاصة بها فيما المناسبات الدينية التسامحية يحولونها إلى جانب مواسم النهب والسرقات والشحط إضافة إلى مناسبات طائفية تثير الكراهية والعنف والعنصرية والقرافة قد شفتم مثل هذه العصابة الحوثية تختفل بأوجاع الناس وألامهم وأموالهم وجراحهم وتريد أن تحكمهم ويثقوا بها على مصيرهم وحياتهم يجبون المليارات من جيوب الفقراء وموانئهم دون أن يقدموا أو يلتزموا للشعب بشيء سوى الموت والدمار والإفقار والسجون والجبايات والخرافة منشور حمز المقالح على صفحته بالفيسبوك اعتبر بروز دعوات الانفصال نتيجة طبيعية لضعف الصوت الوطني الذي يتبنى مشروع اليمن الكبير سوى من السلطة القائمة اليوم أو بسبب تخاضل القوى السياسية أمام المشاريع التي تستهدف ثوابت اليمن الجمهورية والوحبة علينا كشعب مواجهة النزاعات الانفصالية أي أن تكن جهاتها ومناطقها ومنطقها سواء تلك التي تنادي بالعودة لما قبل تسعين ميلادية أو التي تنادي إلى ما قبل ثلاثة وستين ميلادية كما أن بروز هذه الدعوات هي نتيجة طبيعية لضعف الصوت الوطني الذي يتبنى مشروع اليمن الكبير سواء من السلطة القائمة اليوم أو بسبب تخاضل القوى السياسية أمام المشاريع التي تستهدف ثوابت اليمن الجمهورية والوحدة اللي ركز عبد الملك إمام علم هو اللي خرج طابور من العم المنتظرين والذي رفع مشروع الانفصال هو الذي سيخرج كل شبر من الأرض تطالب بالاستقلال الجمهورية والوحدة والديمقراطية هي أعظم وأكرم وأقدس ما وصل إليه نضال اليمنيين طيلة قرن التفريط بهذه الثوابت لن يمنح أصحاب المشاريع الماضوية الشرف ولا الحق الشرعي لرفض ما سواها من المشاريع التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا بمراسبة الذكرى السادسة لرحيل الشهيد البطل الفريق عبد الرب الشددي أكد يحيى ثلايا في منشور على صفحة بالفيسبوك أن تاريخ سيحفظه ويدوله في أنصع صفحاته ويرسم صورته خالدا في عقول وأرواح اليمنيين ما دام فيهم روح وحياة هذه الأرض لا تفرط بدعاماتها وأوتادها مهما تقادم عليها الدهر قبل حوالي ألفين عام مر هنا سيل العرم فأغرق كل شيء ومرت بعده سيول وأعاصير ورمال وأحداث وأمم وشعوب لكنها الأرض الوافية التي لم تفرط بأوتادها بل زادتها القرون عبقا وأصالة وشموخا ومن مأرب ارتقى عبد الرب الشددي شهيدا مجيدا يمانيا في الخالدين كان أبا سيف وتدا من أوتاد البلاد ودعامة عز ومجد لا تعرف الانحناء كان سارية العالم الجمهوري التي بقيت منتصبة حين انتكست الأعلام والقلعة اليمنية التي ظلت حصينة شامخة يوم تهاوت قلاع وحصون عبد الرب الشددي سيحفظه التاريخ ويدونه في أنصع صفحاته ويرسم صورته خالدا في عقول وأرواح بني قحطان ما دام فيهم روح وحياة سلام الله ومغفرته ورضوانه وصلواته عليك يا ابن قاسم في كل حين وعلى الأرض المباركة التي التهمت جماجم الغزاة وطحنت عظام السلالة فتجعلها وقودا ينير مقامك العالي ومقامات رفاقك الشهداء السلام والمجد والتحية لرفاقك الذين ضلوا على دربك ولا يزالون فتيان يمانون شجعان أنقياء كنقاء روحك يذودون عن البلاد ويصنعون لفلول الإمامة نهاياتهم المخزية أحمد شباح في منشور على صفحتي بالفيسبوك انتقد تجاهل الحكومة الشرعية لمعاناة النازحين في محاوضة مأرب الذي يتجاوز عددهم أكثر من مليوني نازح مأرب مخيم كبير لمليوني نازح الحكومة مسؤولة دستوريا وأخلاقيا عن توفير كامل الخدمات والإيواء والمساعدات لجميعهم مجانا مشتجي ترفع الأسعار المسؤولين النازحين في عواصم العرب والعجم يستلمون إعاشة بالعملات الصعبة والنازحون في مأرب خارج الاهتمام الحكومي اللي متضرر من انخفاض الأسعار في مأرب أكبر مخيم للنازحين يخفض الأسعار في بقية المحافظات مشيجي يرفع الأسعار الناس ينتظروا من حكومتهم تخفيض أسعار العمولات وأسعار السلع وتحسين الخدمات الحثي يستقل الهدنة في تهريب الأسلحة والطياران المسيّر موضوع تغريدة الناشطة الحقوقية إشراق المقتر على تويتر كنا نقلق من القصف العشوائي المدفعي المختلف في الأسلحة أثناء الهدنة وبعدها أصبح قلقنا من الطائرات المسيّرة وما تحمله من مقذوفات فهذا السلاح ظهر بكثرة ووضوح مع فترة الهدنة وكأن عدده أصبح أكبر ومتوفر ومنذ بداية أكتوبر هناك ظهور شبه يومي لهذه الطائرات على تعز والضالع ومارب تغريدة فيصل الحذيفي في تويتر أكدت أن الحسم العسكري هو أسرع الطرق لتحقيق السلام في اليمن بدلا من الهدنة التي لا تعتبر حلاً للمشكلة بقدر ما تعتبر تمديداً للصراع الحسم العسكري هو أسرع طريقة للسلام والتخلص من الهيمنة الإيرانية وميليشيات الحوثية في اليمن الهدن تصب لصالح المشروع الإيراني والحسم العسكري يصب لصالح اليمن ولصالح الأشقاء في الخليج ولصالح الوطن العربي بأكمله لماذا تتهرب ميليش الحوثي من تمديد الهدنة الأممية؟ تغريدة فيصل المجيد في تويتر كشفت عن السبب الذي يقف خلف رفض ميليش الحوثي للهدنة مع الاستقرار يبدأ تضعضع الميليشيا والصراع على النفوذ بين أجنحتها لذا تخشى من الهدنة من هذه الناحية لجهة مطالبة الناس لها بدفع الرواتب من عائدات ميناء الحديدة رسوم المشتقات النفطية والضرائب والزكاة وغيرها وحتى مع موافقة الحكومة على دفع رواتب المدنيين وفقا لكشوفات 2014 لا تقبل أما تغريدة فيصل الشبيبي في تويتر فقد أكدت أن عزوف الناس في صنعاء والمحاوضات البحتلة من قبل ميليش الحوثي عن حضور خطبة الجمعة أكبر دليل على افتقارهم للشعبية شعبية الحوثيين منعدمة ومن يشكك في ذلك فعليه الذهاب إلى المساجد يوم الجمعة فقط وسيجدها خاوية على عروشها باستثناء العشرات بعد أن كانت تكتض بالمصلين والسبب عن جهيتهم وخزعبلاتهم وتخاريفهم التي لا يقبلها عقل أو منطق أما من خرج اليوم فالجميع يعرف الأسباب التي دفعتهم للحضور تغريدة محمد جواح في تويتر أشارت إلى استغلال الحوثي لكل شيء من الجبايات والخرافات والأساطير لاستخدامها في احتفالاته الطائفية يجمع الحوثي كل شيء في مناسبة المولد النبوي صور عبد الملك وأبيه وأخيه شعارات خميني وخامنأي واللون الأخضر يجمع القرافة والأسطورة والسلالة ودعوى الجد الطوطمي يجمع السلطة والثروة والسرقة والنهب إلى جانب الزوامل والأناشيد يحضر الحوثي كل شيء في مناسبة المولد النبوي إلا النبي نفسه تغريدة الدكتور عبد المجيد الجلال بتويتر تطرقت إلى الدور الإيراني في عرقلة تنديد الهدن الأممية لا تزال إيران تخترق القرارات الدولية بشان اليمن وتستمر في إعطاء الحوثيين الفرصة تلو الفرصة ليستمر عدوانهم على الشعب اليمني ورفض كل شروط التسوية السياسية ما لم تكن مرائمة لتوجهاتهم السياسية التي تتناغم تماما مع السياسات الإيرانية المعادية لشعوب وحكومات المنطقة الحوثية إرهاب مكتمل الأركان عنوان تغريدة الإعرامية عبد الكريم المجي على تويتر ألغام الموت الحوثية تحصد أرواح اليمنيين ومعظمهم من الأطفال قناصة عبد الملك الحوثي يغتالون الطفولة فساد وطمع وعنصرية أدوات إيران تجوع الناس وتفقرهم قطاع طرق الحوثية وزبانيتها يختطفون اليمنيين من الطرقات والمدن والقرى الإمامة ترفض الهدنة وتقتل الشعب نحن نواجه إرهابا مكتملا فيما تبقى في هذه الحلقة نذهب إلى جولة سريعة في رسول الكاركات وإلى هنا مشاهدي الكرام نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلقاكم غدا في حلقة جديدة دمتم ودام الوطن بألف خير